اهلا احبانا مشاهدينا في كل مكان عم بتأمل في بشارة لوقا في الانجيل المقدس اسحاح 7 وفي ايه كتير كتير لمستني بيتكلم عن اقامة ابن ارملت ناين ناين هي بلدة صغيرة قريبة من الناصرة مكتوب فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال ايها الشاب لك اقول قم فجلس الميت وابتدأ يتكلم ايها الشاب لك اقول قم فقام الميت ولكن اللي اعجبني في القصة حنان يسوع المسيح وفهمه للعادات الشرقية انه هذا الابن وحيد ابن ارملي يعني هو حياتها هو نفسها هو سندها وهو الشخص اللي بيشتغل حتى يسدد احتياجات امه ولكن الظاهر انه مات وعندما يلطق الموت بيسوع المسيح لابد ان تتحول الى حياة فلمس النعش فوقف الحاملون ولاحظ بحسب العادات اليهودية انه المسيح لم يتنجس بلمسة النعش ولم يتنجس بلمس الابرس ولم يتنجس بالمرأة التي لمسته وشفيت ولكن كل هذه القصص سواء البرس او الميت بحسب الشريعة اليهودية ممنوع التلمس وإلا بيعتبر نجس حتى نهاية انهار ولكن المسيح لمس النعش فوقف الحاملون ايها الشاب لك اقول قم وهذا هو سلطان كلمة يسوع المسيح فيستطيع ان يقيم الميت ولاحظ لما قال لتلميذى يحنى قال اذهبا واخبرا يحنى العمي يبصرون والعرج يمشون وبيستمر يقول والموتى يقومون وعندما ارسل التلميذ بارسالية للخدمة قال اشفوا مرضى طهروا برصا اقيموا موتا واقيموا موتا طبعا ممكن يقيم من ثبات والموت الروحي من الخطية وممكن ايضا قيامة الاجساد كما نراها مع بطرس الرسول او مع بولوس الرسول في اقامة الموتى وهذه الارسالية الرب اعطاها للتلميذ كلمات جميلة لك ايها الشاب لك اقول قم كيف يسمع الميت وكيف يستطيع ان ينهض هذا الميت ولكن سلطان المسيح يسمعون صوته فيقومون من القبور في شيء جميل في سفر حسقيال اسحاح 37 مكتوب هلك رجاؤنا يبست عظامنا هلك رجأنا يعني يبست العظام من كتر الموت وشبع موت فيقول الرب ها انا ذا من قبوركم اصعدكم من قبوركم الله هو اله المستحلات كل شيء مستطاع لدى الله مرة تانية المسيح بيشفي او يقيم ابنة رئيس المجمع ويقول لها يا صبية قومي فقامت وكما قام هذا الشاب قامت هذه ايضا الصبية اللي كان عمرها 12 سنة في مرقص غفر الخطايا ولكن لكي تعلموا ان الابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا قال للمفلوج لك اقول قم فقام فعلا وحمل سريره وذهب الى قالوا اذهب الى بيتك وكانت المعجزة امام الجميع وفي مريض بركة بيت حزدة في يحنى خمسة قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي فحالا برئ الانسان وحمل سريره ومشى ومرتان منسمع كلمة طليثة قومي الرسول بولوس قال ذلك يقول استيقظ ايها النائم وقم من الاموات فيضيء لك المسيح لانه بنفس السفر في رسالة افسس مكتوب اذ كنتم امواتا بالذنوب والخطايا واقامنا معه واجلسنا معه في السمويات فعندما يقول قم في سلطان الكلمة يوقز الارادة والمشاعر وعندما يقول قم يستطيع ان يشفي المفلوجين وعندما يقول قم يستطيع ان يقيم الموتة وعندما يقول استيقظ وقم من الاموات فيضيء فاذا قيامه يستطيع ان ينير لك الحياة وعندما يقول قم فيقيمك من الموت ويجلسك طبعا معه في السمويات وعندما يقول قم هذا معناه في رجاء الحياة الابدية فالمسيح عندما يقيم من السبات ومن الفلج ومن الشلل الروحي ومن الموت الجسدي والروحي فيقيمنا معه واليوم انا عاوز اشجعك اذا انت وصلت لوضع حاسس انك مية مشلول او انت ميتة مثل ما سمعنا الكلمة يا صبي يا قومي ايها الشاب لك اقول قم خذ هذا الوعد بالايمان وصلي قل له يا رب اقيمني اقيمني حسب كلمتك وحييني واعطيني اكون خليقة جديدة الرب يباركك اشتركوا في القناة